السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورجعنا لكم فيديو جديد من فيديوهاتنا لربح المال اول حاجة ان شاء الله ناخد موقع جميل جدا موقع كمة الروعة موقع سهل جدا لاستخدام بس عايزك تبقى تركز معايا جدا في الشرح وتعرف انا بعمل ايه اول حاجة الموقع ده انا طبعا جربته وشفت ان هو فعلا بيدفع وفعلا الفلوس او الرصيد بيسمع وعرفت كل مشاكله اول حاجة انا هعمل ووريكم كل حاجة قدامكم اول حاجة الموقع بيبدأ بالشكل ده انا هديك رابط هتخش عليه على طول هتقول له او ابدأ الربح تكتب ايميلك وتكتب اسمك كل ده بالانجلش ده عبر عن ايه ده عبر عن برضو الاسم الخاص بيك بس يكون حروف فقط لغير يكون حروف وكلها متصلة الافضل انها تبقى متصلة ببعضها بعد كده بتقول له اي اجري وبعد بعد كده مش شرط تعمل ريفرال اي دي لو عايز هتسيبها زي ما هي ما فيش مشكلة وتقول له الناس بنا مجربه وتقول له كنتينيو لبعتك رسالة على الايميل هتفعلها وكده شكرا انا عندي حساب فهقول له انترانس بعد ما دخلنا هندخل على التلت شرط في اكسر اليمين وبعد كده الرصيد الخاص بيك بيزهر هنا انا معي خمسة سنت مفروض الدولار بيساو ميت سنت اقل لحد للسحب هو واحد دولار على محفظ اسمها انا هتقول له ارن او الربح وبعد كده بتقول له مثلا بعد كده طبعا عشان تعمل الترجمة في جوجل بتلغط تلت شرط تلت شرط دول واصل موقع باللغة الروسية وبعد كده بتقول له بتختار مسلا انجلش او ارابيك بس انا افضل الانجلش عشان او اللغة العربية بتبقى ترجمة حرفية وتبقى صعبة شوية طيب يعني انت متاح ليك ميتين تمانية واربعين مهمة بتقدر تربح فيهم خمسين دولار انت متخيل خمسين دولار قول يا باشا هتربح خمسة دولار ولا عشرة دولار في اليوم كحدة ادنى عشرة دولار في اليوم في تلتين يوم ادي تلتمائة دولار في الشرط ويقول انت متعرفش تشتغل قد كده ولسه مبتدئ هتكسب دولار او اتنين دولار يعني هتكسب من تلاتين دولار لستين دولار في الشهر وحش طبعا زي الفل طيب دلوقتي عشان نشتغل عشان ما نطولش عليكم احنا عارفنا بنجيب التاسكس ازاي هتلاقي حاجة اسمها تاسكس نجيبها من التلات شرط دول هنقول له اين وهنلاقي وتشتغل عليها حلو قوي التاسكات بقى برعا ايه عشان نبقى فاهمين اول حاجة بيقولك كل تاسك انت هتاخد عليه كام في البداية يعني ده تلاتة سنت ده تلاتة سنت طبعا دي حاجات قليلة ده خمسة سنت ده هتعمل بس كومنت انستجرام يعني هنزل بالنمج انستجرام ونعمل عليه حساب سهل جدا هتلاقي اغلب الناس عند انستجرام دلوقتي بس طبعا لازم ما يقلش طبعا عقد المشتركين عندك عن تقريبا خمستاشر او عشرين متابع لك عن انستجرام وطبعا تكون عامل خمس بوستات او عشر بوستات على انستجرام الحاجات اللي قال ايه معروفة وطبعا يبقى نشط حسابك نشط ده هو ده الشروط الخاصة بالنمج بالموقع والموقع طبعا بيقولك ان هو الموقع اللي احنا فيه ده بيقولك لازم طبعا ما تكونش عامل اكتر من حساب عن الموقع ومينفعش اه تدخل بتعمل مشاكل والكلام ده الحاجات اللي احنا عارفينها في اي موقع محترم طب لو نزلنا تحت هتلاقي في حاجات اكبر شوية بسبع سنت هنا بنص دولار هنا عشرين سنت هنا تمنتاشر سنت المهم احنا نبدأ بالحاجات السهلة انت كمبتدق مش هيجي لك اه كومنتات انستجرام دلوقتي انت لايزا نتعمل مهمة او مهمتين عشان تبدأ تفعل الكمنتات انستجرام طعب عشان تبدأ تعرف مسلا ان اول مهمة دي انا عايز عملها ازاي عملها ازاي هتقوله ستضغط عليها ضغطة يعني بيقولك المفروض انا اعمل ايه هو اوتوماتيك هتترجم بيقولك دلوقتي انت هتعمل بيقولك لو دلوقتي لو الحاجة اللغة الروسية او البوست ده اللغة الروسية على الانستجرام. انت هترجم او هتعمله باللغة الروسية. ما يقلش عن تلاتين كلمة. يقول لك هو ما بيقبلش الحاجات اللي هي. يقول لك انت لو عملت حساب ومش عامل فيه اكتر من عشر صور. على الاقل على الاقل عشر صور. فطبعا انا مش هقبل حسابك ده. وهعملك حظر. عشان تثبت انك انت عملت المهمة. هتكتب انك نيم الخاص بك في الانستجرام. وهتعمل او علي اللي انت عملته هتكتبه. تمام? طيب التعليق ده عبر عن ايه? هو بيقول لك انك انت هتشوف والناس كاتبين ايه? بس ما تقلتش الناس ومتعملش زيهم. ومتكتبش نفس تعليق. واحد عمله. او تكرره. طبعا ده كده غلط. بيقول لك انت حاول اعمله يعني بوجهة نظرك وعمله. اعمل التعليق مزبوط. وانك انت فعلا اه حابب الكلام ده. لو انا حابين القصة دي او موافقين عليها بتقول له. حلو قوي. مكتوب بين قصين يعني ويمكن اعادة استخدامه يعني انت ممكن تعمل اكتر تعمله اكتر من مرة. لو انت عايز تبدأ تشغله انت ممكن تقول له يعني ابدأ الان. هقوله انا سابيني المسال. هننزل تحت. هو بيقول لك نفس الكلام اللي احنا كنا كاتبينه. يقول لك انك اتنين والايه. واسم او النص التعليق. بعد كده بتضغط على حاجة اسمها. اوبن لينك. اوبن لينك. تضغط عليه. هنفتحه بالنمج انستجرام. التعليقات كلها باللغة الروسية. هو البوست بيقول از اه كيف انا ابدو في عام الف ستسانية وتلاتين. هندخل على الترجمة الجوجل. فبدأ ما هنكتب انجلش هنكتب راشا. راشا. نكتب باللغة العربية مسلا. انا كتبت حاجة والترجمة الروسي هنا هي. وهعملها او نسخ. وبعد كده هعلق على الصورة. اقول له التعليق هنا. اقول له بيست. وادخل على الموقع. واكتب تعليق. اعمل مسافة. اعمل ايه بيست هنا. اكتب واحد. من اثنين. اكتب اتنين الكممنت. النيك نيم هنجيبه ازاي من انستجرام. بتدخل على البروفايل الخاص بيك. هتلاقي البروفايل موجود فوق. هتقول له ايدت بروفايل. النيك نيم اللي هو اليوزر نيم. هتقول له copy. وبعد كده بتدخل وبتعمل قبله بس. بتعمل حرف قبله. بتعمل كده انت عملت المهمة. شايفين المكتوبة الانستجرام دي. طيب اللي هو تم عملها. دي الكل اللي تعمل. كل ده توافق عليه. في حاجات لسه قائد المراجعة. وفي واحد بس اترفض مكتوب. طيب دلوقتي لو انا عايز افلتر المهم دي كلها. يعني فيه لو اضغط. في عندك حاجة اسمها يعني الضغط فقط او او تسجيل. او تسجيل يعني انك انت بتسجل وكمان هتعمل حاجة. يعني هتعمل حاجة. يعني مسلا هتشوف مجموعة بستات او هتعمل اعجابات لبعض بستات او الكلام ده. مثلا اه كومنت انك هتعمل تعليق بس او تصويت يعني. هتعدعهم مستخدمين يعني هتشترك على حاجة فيسبوك او يوتيوب او كده. تعمل لبعض اللينكات او انك انت تنشر بعض اللينكات وحاجات تانية كتير. اللي انت عايزه بتعلم عليه صح? وبتقول له يجب لك الحاجة اللي انت عامل عليها السرش بالزبط. فطبعا دي حاجة كويسة جدا وسهلة جدا. انت بتستنى الدقيق عشان يبدأ مراجعة من ثلاثة لخمس ايام. طب عشان تسحب بتضغط الثلاث شورة دول. وبعد كده بتضغط على علامة الفلوس دي. وتقول له او سحب الاموال. عندك حاجتين. وبماني وماب. وبماني اقل لحد للسحب هو واحد دولار زي ما هو قال. وبياخد عشرة في المية او درائب يعني او بياخد عشرة في المية منك. السحب بيقعد من تلات ايام لخمسة ايام عمل. الماب اقل لحد للسحب هو سبين دولار. وبتاخد تلات ايام. اما هنا اللي هو يعني السحب ثوري. يعني بيسحى في نفس اللحزة. اللي هو الدولار ده. فطبعا يبقى احسن بكتير. هنا بتكتب الكمية اللي انت عايز اه او المبلغ اللي انت عايز تعمله. وتقول له او رقم الخاص بالحساب. وتقول له طبعا لسه ما كاملتش واحد دولار. فطبعا موقع سهل جدا. موقع جميل. لو عايز تتعرف حسابك بتقول بيقول لك حسابك بالزبط موجود خمسة سنت. دي كل حاجة في الموقع. يا رب اكون الفيديو عليكم. من اشترك في قناة ومن اعجاب الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.